بسم الله الرحمن الرحيم درسنا في هذا المجلس هو الدرس التاسع هو الدرس التاسع والمعنوى له في النسخة التي بين أيدينا تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفين اللين فهذا الدرس هو تدريبات على ما سبق على ما سبق وقبل الشروع في هذه التدريبات عندنا علامات ومصطلحات في الضبط لابد أن نتعرف عليها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والسلامة والرسل الله وعبعد kita memuji Allah SWT atas niimat-niimatnya yang sangat besar ini kita memohon kepada Allah SWT untuk bisa mensyukurinya dan memohon kepada Allah SWT supaya niimat tersebut tetap dan kekal untuk kita semua baik insyaallah hari ini kita akan mulai di dari yang ke sembilan yaitu latihan huruf membacatan win huruf-huruf mat yang tiga dan dua huruf lin sebelum masuk ke latihan ini kita akan memperhatikan ada tanda-tanda dan istilah-istilah terkait dengan tobet penulisan di dalam mushaf yang harus kita ketahui en educator ini ini laman ini 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 bu custom ini ilim electoral itu ini 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 hal هذه العلامة لا تضع إلا على المد الفرع والمراد بذلك أن هذا المد يمد بمقدار أكثر من حركتين أن هذا المد يمد بمقدار أكثر من حركتين إذا هذه العلامة احفظها ما المراد من هذه العلامة إن وجدتها على ألف أو وجدتها على يا أو وجدتها على يا على واو فالمراد منها ماذا أن هذا الحرف يمد مدا فرعيا أي مدا زائدا على مقدار الحركتين أكثر من حركتين وسيأتي معنا في التدريبات إذا رأيت هذا الحرف هذا الحرف يمد أكثر من إذا رأيت هذه العلامة هذا الحرف يمد أكثر من حركتين وتذكر ذلك في التهجئة تذكر ذلك في التهجئة فتقول مثلا في هذا الموضع جيم فتح جيم فتح ألف مد وهكذا في التهجئة لطوله disini, كتبيرا tadi alam alam sama dengan bendera mirip bendera garis alam itu bendera alamah tanda, jadi ini tanda atau istilah dalam penulisan, isyarat kepada mat farai mat farai yang diinginkan dengan mat farai adalah mat yang dipanjangkan lebih dari dua harokat mat yang dipanjangkan mikdarnya itu ukurannya lebih dari dua harokat jadi kapan kita lihat ada tanda ini apakah dia di atas alif apakah dia di atas ya atau di atas waw maka kita panjangkan lebih dari dua harokat kita panjangkan lebih dari dua harokat dan kita sebutkan ketika kita mengeja di koidah nuron yang ini, seperti tadi beliau contohkan di jadi jim, fathah, alif, mat jim, fathah, alif, mat terima kasih telah mengeja علامة الثانية قبل ذلك أكملها علامة الثانية إما نحتاج إلى فهمها قد مرت معنا لكن نعيدها وهي الصفر المستدير الدائرة المستديرة الدائرة المستديرة والمراد من ذلك هو الإشارة إلى أن هذا الحر لا ينطق إذا رأيت الصفر المستدير على الحرف فإن هذا الحرف لا ينطق وصلا ووقفا إذا الصفر المستدير رأيته على حرف فإن هذا الحرف لا ينطق وصلا ولا ووقفا وقد مر معنا ذكره عند ذكر الدائرة المستطيلة عند ذكر الدائرة المستطيلة في كلمة أنا في كلمة أنا لاحظ في كلمة جي هذه الصفر هذه الصفر إيش نقول عنها هذه الدائرة دائرة مستديرة دائرة مستديرة فإن وجدتها على حرف ألف أو واو أو يا فإن هذا الحرف لا ينطق فإن هذا الحرف لا ينطق وفي القاعدة النورانية أن ما لا ينطق لا يتهجى طريقة التهجئة النورانية على هذه القاعدة ما لا ينطق لا يتهجى فإذا جئنا ننطق وفي هذه الكلمة سنقول جيم كسر يامد أين هذه الألف لا تنطق عليها دائرة مستديرة وما لا ينطق لا يتهجى تنطق تنطق ما لا ينطق لا يتهجى سوية أو حرف يعطيك وغير للاحظه مما يجبع لا يجبع لن يجبع لذلك يجبعنا في هذا اليهود يجبعنا نسل 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 لا يجبعنا لا يجبعنا الآلة في العامة اليوم هي هذه العلامة هذه العلامة هي علامة المراد منها الإشارة الإشارة إلى همزة الوصر المراد منها الإشارة إلى همزة الوصر إذا رأيتها على ألف فالمراد من ذلك أن هذا الحرف همزة وصر وهمزة الوصر تنطق بدءا إذا ابتدأت بالكلمة وتسقط في الدرج إذا وصلت الكلمة واتصلت الكلمة بما قبلها فإن همزة الوصر تسقط تحذف همزة الوصر تنطق بدءا إذا ابتدأت بالكلمة فقط فإن لم تبدأ بالكلمة اتصلت الكلمة ما قبلها فإنها تسقط إذا ابتدأت بالكلمة إذا ابتدأت بالكلمة تاندالك 3 تاندالك 3 yang perlu diperhatikan di sini يتو يتو seperti itu seperti صب صب تقلع هذه اسحارت عن حمزة وصول حمزة وصول نجد أن نجد أنه يعني في نقطة أو في نقطة أو في نقطة في نقطة حمزة وصول ويضاء يتكلم عندما نقوم بإطانها عندما نقوم بإطانها نقوم بإطانها وَهَمْزَةَ الْوَصْرِ تَدْخُلُ عَلَى الْحُرُوفِ وَعَلَى الْأَسْمَاءِ وَعَلَى الْأَفْعَالِ وَدُخُلُ عَلَى الْحُرُوفِ يَخْتَصُ بِهِ لَامُ التَّعْرِفِ فنقول تدخل على لام التعريف الحرف وهي دائما في الحروف مفتوحة دائما في التعريف حمزة الوصف إذا ابتدأت بالكلمة تفتحها فتقول الكتاب وهكذا الأرض الباب التواب هذه همزة همزة وصف وهي مفتوحة دائما إن دخلت على الأل فإن دخلت على الأسماء إن دخلت على الأسماء فإنها دائما تكسر الأسماء حكم والكسر ودخولها على الأسماء على القسمين أسماء سماعية وقياسية لكن الخلاصة وأهم ما يهمنا أن حكم حال دخول على أسماء الكسر كلمة اسم اسم فإذا ابتدأت بالكسر إبنة إبن إثنين إثنتين إمرأة هذه سبعة أسماء وردت في القرآن همزة وهمزة وصل فإن ابتدأت بالكلمة كسرت وأما دخولها على الأفعال فالخلاصة أن حكمها بحسب الثالث تنظر إلى الحرف الثالث في الفعل فإن كان الحرف مضموما فإن همزة الوصل تضم حال البد نظر ينظر انظر لاحظ معي كيف ننطق همزة الوصل إذا ابتدأنا بهذا الفعل وهو فعل أمر ننظر الثالث الثالث في الكلمة واحد اثنان ثلاثة هو الضاء فما حركة الضاء الضو الضم الضو إذن نقول انظر نضم همزة الوصل لماذا؟ لأن الثالث لأن الثالث تدر لأن الثالث مضموم لأن الثالث مضموم إذن بحسب الثالث فإن كان مضموما تضم فإن كان غير ذلك مفتوحا أو مكسورا فإن حكم همزة الوصل الكسر وتكسر نقول وتكسر فيما في غير ذلك وتكسر في غير ذلك نكتب ذلك وتكسر في غير ذلك إذن هذا هو حكم همزة الوصل في الحروف وهو حرف واحد تفتح وفي الأسماء تكسر وفي الأفعال بحسب الثالث إن كان مضموم تضم وفي غير ذلك تكسر حمزة الوصل دونها أو محدد اسم dan fi'il masuk ke huruf اسم dan fi'il dia masuk ke huruf hanya satu saja yang dia masuk ke yaitu lam ta'rif lam ta'rif yaitu hamzah al jadi terpisah hamzahnya hamzah wasol, lamnya lam ta'rif yang membuat ma'rifah kalau kita biasa dinahu alnya jadi dipisah hamzahnya itu hamzah wasol lamnya lam ta'rif apa hukumnya dia selama-lamanya di fathah selama-lamanya di fathah al kitab, al ard, al batil, al tawab semuanya di fathah tidak ada yang harokat lain kemudian kalau dia masuk ke isim maka selama-lamanya dia itu di kasroh selama-lamanya dia di kasroh kalau kita mulai darinya walaupun pada isim ada dua ada sama'i, ada kiyasi yang sama'i itu ada tujuh yang warid dalam Al-Quran isim, ibnun, ibnatun, isnain, isnatain imru'ah imru'un dan imru'ah ketika dia masuk kepada fi'il maka dilihat ke huruf ketiga dari fi'il tersebut huruf ketiga kalau huruf ketiganya di dommah dia juga di dommah seperti fi'il unzur kita lihat huruf ketiganya hamzah, nun, dho huruf dho'nya di dommah maka hamzahnya ikut kita dommah u, unzur ada pun selain harukat dommah yaitu fathah atau kasroh huruf ketiganya harukatnya selain dommah yaitu fathah atau kasroh maka hamzahnya di kasroh kalau kita mulai darinya ya lengkap sudah catatan disitu hamzahnya di kasroh فالذي سنمشي عليه هو ألا نذكر حركة همزة الوصل في التهجئة فنقول في مثلي ذلك همزة لام سكون أل همزة لام سكون أل ولا نقول همزة فتحة لا لا نحتاج إلى ذكر فتحة همزة الوصل لأنها لم ترسم لأنها لم ترسم فلم يجعل العلماء على همزة الوصل في هذه الكلمة الفتحة فلذا نقول همزة لام سكون أل سكون أل همزة لام سكون أل تربطين لمسكن لأنه لا ترتلس فتحة لا ترتلس على الحمزة والسول لذلك لا يحتاج للمسكن إذاً نبدأ الآن فإن عرض لنا شيء نبهنا عنه أثناء القراءة ينتبه لما ذكر والآن نبدأ في القراءة التدريبات معه إذاً نبدأ الآن إذاً نبدأ الآن إذاً نبدأ الآن إذاً نبدأ الآن قال المؤلف رحمه الله الدرس التاسع تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرف يلين حمزة فتحة ألف آ ميم فتحة ما آم آم نون فتحة ما آمنا 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 همزة فتحة ألف آ همزة فتحة ألف آ وعو فتحة وعو فتحة وعو فتحة صغيرة آمنا أكملوا آمنا 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 نون كسرني آمنا آمنا تَاكَسْرَ تَانْتٍ آنِيَةٍ آنِيَةٍ هَمْزَا كَسْرَ يَا صَغِرَ إِي لَا هَمْفَتْحَ أَلِفْ صَغِرَ لَا إِلَى فَاكَسْرَ فِي إِلَى فِي إِلَى فِي إِلَى فِي إِلَى فِي هَمْزَا فَتْحَ يَا سُكُونْ أَيْنُونَ فَتْحَنَا أَيْنَ أَيْنَ بَا كَسْرَ بِي هَا كَسْرَ يَا صَغِرَ هِي بِهِ بِهِ هَذَا الْحَرْفُ لَا يُنْتَقُوا وَقْفًا هَذَا الْحَرْفُ الْحَرْفُ الصَّغِيرِ إِنْ تَطَرَّفْ يَا أَخِرِ الْكَرِمَةِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَقُوا هَالَ الْوَقْفِ هَذَا الْحَرْفُ هَذَا الْحَرْفُ هَذَا الْحَرْفِ ولا نمد حتى أتي السبب لا نمد حتى أتي السبب هل قرأتها قبل؟ جيم كسر يامد جي همزة فتحة ديئة ديئة قولا هل قرأتها قبل؟ قلنا هذا الف كأنها غير كأنها غير موجودة هذه الألف عليها السفر أو الدائره المستدرة بمعنى أن هذه الحرف لا يؤمن وصلًا ولا وقفًا إذن نعيده جيم كسر يامد جيم همزة فتحة دي جيم ضم ووجود عين كسرتان عين جوع خافت حواء سكون خو فاكسرتان خوف خافت حيا سكون رضمتان خير خير دا الفتحة ألف دا وأو ضم وأو صغيره داو دا الضمد داود داود دا الفتحة ألف صغيره دا دا الفتحة ألف صغيره دا لم كسر لي دا 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 وهذه لا تنطق مثل الألف في كلمة جين شين فتح ألف مد شا همزة فتح أ شاء شاء ميم فتح ألف صغير ما لم كسر لي مالي كاف كسرك مالكي 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 شين فتح يا سكون شي همزة كسرتان إن شيء شيء طا فتح طا وين فتح ألف صغيرا طا طا فتح طا وين فتح أو سكون طا وهذه الألف عليها دائرة مستديرة وهذا من النقصان هنا أنه لم يضع عليها مثل كلمة رضو مثل كلمة رضو كما هي في النسخة الأخيرة هذه النسخة نجد ماذا الصفر المستديرة على وجه الصوام طا فتح يا سكون طي طا فتح تان رن طا طايرا 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 إن كانت تنوين نصب فإننا نبدله بألف كما نطقنا قبل 잡يه عين فتح ألف دالك سردا دين عاد عاد عين فتح لام فتح ألف صغير لا على عين فتح يا سكون عين نون ضمتان عين عين فاكسر يا فيه ها كسره فيه فيه لام فتح ألف صغير لا لام فتح ألف صغير لا قال 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 أفتح أو سكون قول لام ضمتان لن أو لن قال أول كفتح ألف كان نون فتحنا كان 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 كفتح يا سكون كي دال فتح تاندا كيدا كيدا كفتح يا سكون كي كفتح يا سكون كي ففتح فا كيف 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 لام فتح أو سكون لو لام فتح يا سكون لوح لام فتح يا سكون لي لام فتح يا سكون لي لام فتح ألف ما لام فتح تاندا لام فتح تاندا لام فتح تاندا مالا مالا نون فتح ألف نار فتحتان رن نارن نارا ميم فتح ألف مد ما همزة كسرتان إن ماء وأوفت حياس كون وي لام ضمتان لن ويل ويل يا فتح وأوسكون يوم ميم كسرتان من يوم يوم يا فتح يا را فتح را يا را هذا المواه صغيره يره 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 حافت حالف ح سين كسرسي حاسي دا الكسرتان دن دا الكسرتان دن حاسي دن حاسي دن حافت حالف ح فاكسر في حافي حاسي دن حاسي دن الحاسي دين حاسي دن ويعفت حالف 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 contradictory كسر ف已经ناف مم دين آف كسرتان قن دافق شين فتح ألف شا ها كسره شاهد دال كسرتان دن شاهد شاهد عين فتح ألف عا با كسر بي عابي دال ضمتان دن عابد 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 ما شاء الله نقتسم نصفين نقرأ ما أخذنا بهذا المجلس كلمة بكلمة بسم الله عابد عابد المترجم للقناة 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 المترجم للقناة